اختتمت أول وأكبر مصابقة للأنشطة الطلابية في مصر والتي أطلقتها مؤسسة شباب القادة وشهدت المصابقة منافسات بين الفرق المتقدمة بمشاركة 111 طلابية على مستوى الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مدار يومين أقمت مؤسسة شباب القادة أول وأكبر مصابقة للأنشطة الطلابية والتي تأتي انطلاقا من الاهتمام بتمكين الشباب للانخراط بشكل إيجابي في المجتمع من خلال أحدث أدوات التقييم والتطوير الوطنية والدولية من إسكندرية الأسوان جمعنا كل الأنشطة الطلابية من مختلف الجماعات بيتسبقوا في قطاع مهم جدا هو قطاع التصنيع والإنتاج في قطاع آخر مهم جدا هو قطاع البيئي اللي العالم كله دلوقتي بيتكلم عليه دلوقتي عندنا كمان فيه قطاع اسمه نمازج المحاكاة فعندنا شباب بتتكلم عن نمازج محاكاة الحكومة المصرية بتتكلم عن نمازج المجلس النواب والشيوخ والمحليات وكمان عن ملف مهم جدا هو ملف حقوق الإنسان فلما يبقى شبابنا عارف إحنا حقوقنا إيه ويبقى بره يبقى عارف إن المجودات المحترمة للشباب بتعملها داخل الجماعات فملف حقوق الإنسان هو دي الغرض الرئيسي من المسابقة الخمسمية نشاط طلابية دول في مدى الشهور اللي فاتوا مروا بفلتريشن بروسس طويلة شوية عشان يوصلوا لمية نشاط طلابين النهاردة موجودين بيتنافسوا مع بعض على المراكز الأولى عندنا ست مجالات مختلفة للأنشطة بتتنافس فيها عشان يقدروا يكسبوا الجوائز المادية والتدريبات على مدار السنة القيادة هي مش بس أشخاص هي أشخاص وكاركترستيكس وصفات موجودة في الأشخاص وصفات موجودة في البزنس أو العمل اللي هم بيعملوه سواء العمل ده عمل بأجر أو عمل تطوعي أنا برضو بحب أثني على العمل التطوعي إن العمل التطوعي في أحيان كتيرة بيكون مسئوليته أكبر من المسئولية بتاعة العمل العادي اللي احنا بيشتغله فيه شركتنا المصابقة شهادت منافسة قوية بين الفرق المتقدمة بمشاركة مائة نشاطا طلابيا على مستوى الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر عشرين ثلاثين وذلك في ستة مجالات رئيسية تتمثل فيه التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، الابتكار والتكنولوجيا إلى جانب نماذج المحكاة والتصنيع والإنتاج ومجال البيئة وليل قف من أكبر التجامعات الطلبية واللي في عام بساعدة الطلاب بطريقة مختلفة ومديدة فعشان كده احنا شاكنا فيها احنا الكلاب بتاعنا ليه رسالة إنه هو يساعد الناس اللي ليهم أفكار من ناحية إنه هم يعملوا مشاريع وستارتابس ليهم إنه احنا بنساعدهم عن طريق أول بروجرامينا اللي هو ستيب وان احنا تيم هدفه إنه نريفايف الاندستريا عن دراف مصر إنه نحن نمي الصناعة للسيارات عن دراف مصر الصناعة عن دراف مصر مش أحسن حاجة فبنحاول إنه نحسن الموضوع ده ونزود الصناعة للسيارات عن دراف مصر ونعرف الناس بيها احنا البروجر بتاعنا السنة دي هيكون إنه احنا بنعمل زي روبوت أو حاجة بتحاول إنها تحصد المحاصيل بقال تكلفة وبرضو بتحاول تحسن الجودة بتاعة الاستصلاح الزراعي في نفس الوقت يأتي تنظيم هذه المصابقة انطلاقا من الإيمان بقدرة الشباب على التفكير الإبداعي وتخطيط وتنفيذ المشروعات الخدمية في المجالات المختلفة وهو ما يعد هدفا أساسيا لمؤسسة شباب القاضة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري